قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله نعم أفضل الذكر إذا سئلت أو سألت ما أفضل الذكر فهو لا إله إلا الله لا إله إلا الله أفضل الذكر يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبي قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لذلك ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يرطب لسانه بهذه الكلمة يجعل لسانه مرطب بهذه الكلمة دائما يذكره في الليل والنهار وفي السر والجهار الخلوة والجلوة في كل حال قبل أن يحال بينه وبين هذه الكلمة ومن أدمن هذه الكلمة ورطب لسانه بها نفعته في حياته وعند وفاته لذلك قال جل وعلي ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال أهل العلم عند الوفاء عند الاحتضار تسهل علي هذه الكلمة أما الشخص الذي لا يقول هذه الكلمة ولسانه يابس مع هذه الكلمة قد يعسر عليه الأمر قد قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وأفضل الدعاء الحمد لله أفضل الدعاء أن تقول الحمد لله ولذلك افتتح الله بها أعظم سورة في القرآن قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين وافتتح بها كثير من السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده أفضل الدعاء أفضل الدعاء